سلام عليكم في المناطق الحضرية الحقيقية فده يسمحيهم انهم يتبدل المعلومات اثناء تشفيرها في الحالات الكومومية بتقول الفيزيائية ريسي من جامعة ان العروض التوضيحية دي تعتبر الاكثر تقدما لحد النهاردة بالنسبة للتكنولوجيا اللازمة للانترنت الكمي والثلاث فرق البحثية طلعوا بيان وقالوا فيه انهم كمقدرين يربطوا اجزاء من الشبكة باستخدام الفطونات في جزء من الاشعة تحت الحمراء الصديقة للاليف الضوئيني لازم تعرفوا ان الانترنت الكمي ده ممكن يمكننا من انشاء مفاتيح تشفير غير قابل للكسر نهائي وطبعا الهدف الاساسي حماية المعلومات الحساسة لكن الاستخدام الكامل للتشابك الكمي ممكن يخلينا نعمل اكتر من كده بكتير ببساطة التكنولوجيا دي ممكن تتحلينا انواع معينة من التجارب العلمية مثلا انشاء شبكات من التلسكوبات البصرية اللي بتتمتع بدقة تلسكوب واحد عجلاق ممكن يوصل عرضه لمئات الكيلومترات لكن في الوقت الحالي علشان نبني شبكة واسعة النطاق فهيكون ضروري جدا بالنسبة لنا استخدام تكنولوجيا القالية في الضوئية الحالية لكن بتظهر هنا مشكلة وهي ان المعلومات الكمية هشة وصعبة او الناس هعب لان في الغانب بيتم حملها عن طريق فطونات فردية ومع الاسف ده بيحط حد لقدرة الفطونات المتشبكة فيما يتعلق بالصفة لعشابات الكيلومترات ومع الاسف تغيبات درجات الحرارة على مدار اليوم وحتى غياف بيخلي توليد التشابك على مدينة كابلة حاجة صعبة قوي المجموعات البحسية استخدموا ثلاث انواع مختلفة من اجهزة الزاكرة الكمية لتبزين الكيوبات الكيوبات اللي هو البيت بتاع الكمبيوتر العادي في احدى دراسات الطبيعة اللي قبع العالم بان جيانوي من جمعة العلوم والتكنولوجيا الصينية شفروا الكيوباتات في الحالات الجماعية علشان يسحب الزاكرة وبالفعل ممكن ضبط الحالات الكمومية للكيوباتات باستخدام فوتون واحد او قرأتها عن طريق دردارة السحابة الزاكرة لإصدار فوتون فريد دراسة دي كان تحت يده ثلاث مختبرات منفصلة رابطوا باستخدام الاليف الضوئية بخادم ضوئي مركزي على بعض عشر كيلو متر حطوا اثنين منهم في حالة تشابك وبالفعل الفوتونات وصلت مص سحابتين للخادم الضوئي في نفس الوقت اجهازة بتعتمد على الماس مع زرات من السيليكون واستفادوا من حالات الكمية للالكترون ونواة السيليكون طبعا الزرات المنفردة بتبقى اقل كفاءة من المجموعات الزغرية فيما يتعلق باصدار الفوتونات عند الطلط لكن بتبقى اكثر تنوعا لانها تقدر تعمل حسابات كمية بدايئية بيقول في زيال لوكن ان هم عمل انتشابك لاثنين من اجهازة الكمبيوتر الكمية الصغيرة والجهازين كانوا بيعتمدوا على الماس والاثنين استخدموا الياف ضوائية بتلتف حوالين منطقة بوستن المحلية بيتطلب اجراء التشابك اللي استخدمه الفريق وصول الفوتونات للخادم المركزي بدوق التوقيت رائعة وده كان من اهم التحديات الرئيسية في التجارب ببساطة الباحثين عملوا فيه بدل تشابك الكيوب التات عن طريح الساعة على اصدار الفوتونات بعتوا هم فوتون علشان يتشبك مع زرات السيليكون عند العودة الهولة بعد كده ضر حوالين حلقة الالياف الضوائية ورجع ضرب زرات السيليكون التانية ومن هنا حصل التشابك مع الزر الاولى الخطرة اللي بعد كده المفروض الفريق هيعمل تشابك على مسافة هتعدل الف كيلو متر بالالياف الضوائية باستخدام عشر عقل لكن اهم حاجة ان الخطرة دي تنفزت خارج المختبر لازم تعرفوا ان شبكات الاتصالات الكمية هتفيدنا بشكل كبير قوي في مجالات التمويل والطب والبحث العيني امان التشفير بتاعها غير قابل الاختراف نهائي يعني مستحيل اعتراض الرسال بتاعتها في الحالات الكمية او حتى التنصط عليها لحد انا حصت حالاتنا يا رب برقناة عجباتكم ويا ريت اكون شرحت لكم الموضوع بشكل مبسط والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر